هذا الحبيب عزيزي أولا سأذكر ما هو الثلبي في هذه القراءة هذا الحبيب أولا ربما هناك طرف آخر سبب المعاناة هو أن هناك طرف آخر كذلك هناك مسافة جسدية ربما البعض منكم قصيرة لكن البعض الآخر هناك مسافة طويلة هذا الحبيب قال لك كلام جارح أو تصرف بطريقة غير ناضجة وأنت يعني هذا التصرف وهذا الكلام أثار غضبك أثار غضبك طبعا أنت حزين لكن أنت تعرف ذلك سنتكلم عن الحبيب ماذا فعل وماذا سيفعل أخا أنت بسبب عظم النضج هذا الحبيب أنت هربت أخا أو هو ارتكب خطأ فرحل نعم هذا الحبيب أصر يعني هو قال لك كلام جارح قال لك كلام يعني أثار غضبك وكلام يعني جارح يعني كلام لكن لكن هذا يعني الشخص الذي لا تهمه نعم يتصرف يعني يتجاهلك نعم الإنسان عندما يعني لا يحبك لا تهم يتجاهلك يعني لا يقول لك لا كلمة ولا كلمة يعني لا يضيع طاقته فيك أنت أخا لكن هذا الحبيب رغم تصرفه الغير الناضج والمجنون يعني تصرف بحل حمق أخا هو هناك عواطف ومشاعر جميلة هو حبيب الروح توأم الروح تتكرر يعني لا شوفوا انتهينا بالعشق وبدأنا بالعشق والحب والعطاء وربما هناك حتى أطفال وخا وهنا تدخل ربما طاقة سلبية وخا في هذه العلاقة هناك طاقة حسد وخا إذن تكلمنا عن يعني أسباب هذا يعني هنا مشاكل وغضب إلى آخره وخا هذا ما حصل بينكم وهذا سبب الدموع وهنا كان مسافة هذا الحبيب ذهب أو أنت هربت من تصرفه وخا لكن هذا الحبيب عزيزي أو عزيزتي ينتظر يعني هو مرحب طاقته مرحب وخا هو يريد العطاء وخا يريد العطاء يريد أن يفرح معك وخا يريد بداية معك هذه يعني كارت يعني لنيون يعني يجتمع الحبيب والحبيبة هذه وشوفوا يجتمع الحبيب والحبيبة وما فوقها هو الحبيب والحبيبة العشق وخا البعض منكم ربما كنتم متزوجين والبعض الآخر ستنتهي نهايتكما بالزواج من كان متزوجا سيعود ومن لم يكن متزوجا أني لكن بالله أنا فقط أتكلم بطريقة عامة لأني ما أشوف ما أراه ما أشوفه لا أسفة ما أراه في يا الله ما أراه في الكارت المهم أسفة هذا الحبيب عزيزي مرحب ينتظرك نعم وحبه المتبدل بدون شك وخا هو هذا لكن هذا الحبيب في يدك أنت هو أأمر وهو سيلبي أأمر وهو سيطيع وخا هو ينتظر منك غير إشارة وحدة بشير مرسه في النار يعني إذا أمرتها أو إذا طلبت منه أن يرمي نفسه في النار فسيفعل يعني أنت أقوى لماذا؟ لأن أنت طاقتك كانت دائما جميلة نعم العطاء القرم الحب النقي والصفي لكن الحبيب غير موضج وتصرف تصرف صبياني لكنه توأم الروح وسيعود وخا وخا تفكيره هو هو أنت أنت وأنت ليل نهار وخا هو لا يتكلم لأنه يخاف يعني يخاف يخاف يعني هو يعرف أنه فعل شيء يعني ماشي يعني لن تسامحه بسهولة لذلك لا يتكلم كذلك أرى طاقة سلبية حذاري طاقة سلبية وهذا الحبيب يشتاق إليك بزف أنا كذلك أرى معاناة وخا كهنا معاناة وهذا الحبيب يشتاق إليك أوصير يشتاق يشتاق بزف بزف لماذا؟ لأنه بعيد عنك مهما كانت المسافة طاويلة أو قصيرة المسافة الجسدية فهو يشتاق إليك كثيرا بزف وخا أنت تريد طبعا بداية جديدة مع هذا الحبيب وخا تريده أن يتكلم أنت لم تفقد الأمل أنت تعرف ولم تستسلم أنت تعرف أنه حبيبك وخا ولم تفقد الأمل لأنك تعرف أنه حبيب والروح وتوأم الروح وخا والله سيجمعكم قريبا كما قلت لمن كان متزوج هذا الحبيب سيعود سيعود لأنه يحبك سهل يحبك ومن لست متزوجين هذه الحكاية ستنتهي بالزواج يعني واضح شوفوا واضح وخا ستنتهي بالزواج لكن هذا الحبيب يحتاج لأن يرى إشارة منك هو قلت أنه يخاف طبعا يخاف الزف وكذلك اندمان على ما فعله لكن هذا الحبيب حبيبتي لا يعرف العيش من دونك لأنه يحبك والله سيجمعكم هذه الكارتة روحانية تقول أن الله سيجمعكمها قريبا هناك زواج وخا هذا الحبيب سيتحرك هذا ما قالته العربة سيتحرك سيذهب لحبيبه وخا لأنك أنت حكاية يعني القصة دي لابد أن تعيشوا معا وخا لابد لابد يعني هذه قراءة واضحة سهلة يعني رغب المشاكل ورغم الطاقة السلبية أنا أرا هنا الكثير من الفرح مع هذا الحبيب وخا سنشوفوا ماذا ستقول لنا هذا الكارت الرمزي تصر أن هناك أطفال هناك أطفال أنت لا تفقد الأمل أنت لا تفقد الأمل وأنت تنتظر هذا الحبيب أنت لن تتحرك أنت لن تتحرك فقط تتحرك روحيا وخا تطلب من الله لكن لن تتحرك لأنك أنت غاضل من هذا الحبيب وتريدها أن يتحرك هو وهذا ما سيفعله وخا هذا ما سيفعله هذا الحبيب يعني سينضج هذا ما تقوله كارت الأمبراطور لكن فيما يخص حبك وسيتصرفك المجنون لماذا؟ لأنه يحبك كما قلت إذا طلبت منه ولا تحتاج لأن تطلب منه أن يرمي نفسه في النرفة وشوفه يقفز الجبال المخاطر وسيضحب لا تشوفها ولا لا لا؟ يا الله يا كارت أرجوك ما كاتبانش مهم لن أضيع الوقت أنتم فقط استمعوا لكلامي فأنا أشرح لكم الكارت هذا الإنسان سيضحي سيتصرف كالمجنون شوفوا هناك يعني هناك مسافة شوفوا الكارت سبحان الله يعني هناك انسجام وتكامل مع الأرقب هناك مشكلة لكن أنتم حبوكم قوي بزر وهذا المشكلة هو شيء بسيط فقط وخا شيء يعني ليست له أهمية كبيرة يعني لا داعي لهذا الغضب سمحيه سمحيه فأنت تحبينه وهو كذلك يحبك وخا وهناك طاقة طبعا طاقة سلبية بينكما لكن الحب سيتجاوز كل هذه المشاكل وأنتم يعني غادي غادي تكونوا يعني في تواصل سيعود هذا التواصل سيعود هذا الحياة ستجمعكما من جديد وخا وهو سيدافع نعم سيدافع سيدافع و سيدافع سيخطط هو اندمان ويعرف أنه يعني أخطأ في حقي سيتحرك تقول هذا يعني يعني ما قلته سابقا ستتكرر صافي هو اندمان بزاف لأنه يحبك وهو يحس بأن الحياة من دونك آم 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 الحياة من دونك جاحيم كالجاحيم شوفوا هذا هذا الرجل يعني في جاحيم كل شيء أسود وكما كما هناك يعني كل شيء أسود وقبيح بزاف و آم هناك مهم أشباح ومع أشيق قبيحة بزاف هذا هذا الحبيب بعيد عنك هو يعاني يعاني كثيرا إضافة إلى أنه يحس بالندم ويحس بأنه فقد حبيب وخ أنت كذلك تحس بنفس الشيء لكن النهاية يعني نهاية جميلة هذا شوفوا ما قلت لكم معني إذا طلبت منه أن يرمي نفسه في النار هذا مستعد وخ يرمي نفسه في النار من أجلك وخ لماذا لك يعود للحياة لأنه بدونك هو ميت وخ كانت قراءة جميلة كانت قراءة جميلة بسرعة لنرى ما هي نصيحة الرسالة الرسالة السماوية باللاتي أخذ أحلى من هنا الأمال لا تفقد الأمل طبعا أنت لا تفقد الأمل لا تفقد الأمل والتوازن والتوازن والعطف والإحسان وخ الأمل لا تفقد العطف والإحسان ربما أنت يعني تجاه هذا الحبيب لأنه نادم على ما فعله الأمل لا تفقد الأمل لماذا؟ لأنها كده سترجع التوازن التوازن للحياة هي في الحقيقة كانت قراءة جميلة يعني هناك نعم بعض الطاقات السلبية بعض شكامة وطاقات سلبية وربما حتى طرف آخر تدخل لكن الحب أقوى من هذه الطاقات ومن هذا الطرف الذي تدخل وخاص يتغلب الحب على كل شيء شوفوا العزلة يعني أنت ابتعد أو هو ابتعد وهذا جيد لأنه يعني هكذا يحدث النضج وخا وهذا تقول أن تتعلم أن تتعرف على بعضكم وخا يعني هذا الإنسان غير ناضج وربما هو يعني لا يعرفك جيدا ولم يقدرك وخا لكن الآن يعني الأشياء تغيرت وخا وهذه تقول قريبا قريبا سيأتي قريبا سيأتي سيأتي قريبا يعني ما تتمنى سيأتي قريبا لكن عليك أن تكون يعني صارما وواثقا من نفسك وتعرف ماذا تريد أنت تريد هذا الحبيب أن يعود فسع يعني نتكلم عن قانون الجاذبية وخا يعني أنت تريد أن يعود تريد أن يطلب منك السمع فسيفعل ذلك فقط يعني أن تكون في مكانك وخا كن في مكانك لا تفقد الأمل والأشياء ستحدث وفق ما يعني ما خططه القدر وخا تجبتني بزاف وشكرا على هذا التقل التي وصلتني من عزيزي برج العقرب يعني أنت ما كنت تنتظره منذ زمن طويل سيحدث قريبا هذا القرط الأخير وخا سيحدث قريبا وخا كانت من لكم الخير وشكرا على هذه التقل التي ترسلونا لي شكرا بزاف لا تنسوا أني دائما كندعي معاكم كل تعليق أقرأ وهو أرى أنك تعاني أو أنك تعانينا يعني أغلبية كنا نساء كنقرأ وكنشوفك أنك تعانينا أنا أدعي معكم لا دعي يعني لا تطلبوا مني يعني ندعي معكم أنا أفعل ذلك يعني من تلقاء نفسي وخا دائما أفعله أفعل ذلك دائما وخا غير كنقرأ شي تعليق هكي يعني حزين محزين كنشوف يعني أنا ضغية لكن نحس بالحزن ديالك أنا كندعي معاك يا الله وكنت مني أن توصل لك هاد يعني هاد الإيجابية ديالي وهاد حبي يعني أنا الإيجابية شيء جميل لكن أنا أرسل لكم حبي ليس فقط طاقة الإيجابية وطع عاطفي ويعني كل أجمل ما في روحي أرسله لكم يا رب إن شاء الله يوصلكم أتمنى لكم الخير كنبغيكم بزاف شكرا وبسلام